في نظام الماك بإمكانك ترتيب ملفاتك بطريقة سهلة عن طريق التاجز فعلى سبيل المثال لو كنت فاتح الملف هذا فمجرد أني أحفظه رح يطلب مني أن يدخل الاسم وبعدين أدخل التاجز فعلى سبيل المثال هنا أقدر أدخل أن نتبع الشغل وأقدر أضيف لتاجات مختلفة فعلى سبيل المثال أضيف لأنه أحمر معناه أنه مهم فالآن بإمكاني اختيار مكان تخزينه وضعت على سيف فراح يكون موجود على الديسكتوب وجنبه التاج الأحمر فالآن لو راح للفايندر مجرد أني أنزل تحت واختار تاجز فراح يعطيني كل الملفات اللي عليها تاج الورك على سبيل المثال هذا المجلد موجود في الدكومنت وليس على الديسكتوب لكنه التاج حقه تبع الورك ولو حبيت أني أضيف ملفاتي إلى تاج معين مجرد أني أستخدم طريقة السحب والإفلات على التاج أو أضغط رايتكليك عليها واختار من ضمن التاجات المتوفرة عندي ولو حبيت أني أتحكم بالتاجز اللي موجودة مجرد أني أروح لإعدادات الفايندر فالآن بإمكاني إضافة تاج معين بالضغط على الزائد أو أني أفعل بإضافة علامة صحة وأني أزيلها أو أقدر أغير اسم أي تاج موجود ولو حبيت أني تحكم بالتاجات اللي تظهر عند الضغط رايتكليك على أي ملف بإمكاني إضافة تاج جديد لها أو إزالة أي من الألوان اللي ما أرغبها بالسحب خارج هذا الصندوق أتمنى التاجات تساعدكم على ترتيب ملفاتكم يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم